أبو باسل يا أخي واحد سألني قال يا أخي أحمد بدوي عندك يا أخي التغتيرة هذه اللي يسمونها الكوبرا هدت لكن انظهض لها معنى عندك الله يحييك يا مرحبا أولا شدخلين في لبسي ما يدري حشرات لا ما علي ما علي أنا فأجاوب ولهم حق يسأل شوف يا جماعة الخير علم النفس يقول علم النفس يقول حركاتك النفسية تدل على من أنت يعني وقفتي الآن لها معنى وقفتي الآن لها معنى صوتي الآن لها معنى نظرتي هذه لها معنى هذه يسمونها لغة الجسد لغة الجسد إذا جاك واحد خايف قال كذا ويتكلمه راس الأسفل ما يقدر يحط عينه في عين الناس هذا معناها لها معاني كثيرة جدا كل وضعية لها معنى قوي في علم النفس أنا ألبس اللبس هذا ما هو الشي أنا ما أدري إن اسمها كبرى أصلا ولا أدري إش معناها أنا بس أبعد عسل نظرتي تكون بعيدة أنا من الناس اللي حبها سيطر على كل شيء حولي وبدال كذا الغطرة جاية هنا زي الخيول اللي كانوا يحطون لها كذا تمشي قدام ما تلف لا أنا ماني منهم فهمت الفكرة ولذلك أنا ماني من الخيول اللي يغطونها ولا الله يعزكم لا أنا أبعد الغطرة عشان نظرتي تكون واسعة وكون واثق نفسي وطالع ما في شيء يبعد البعد حقي 180 درجة بالمناسبة فيه المخرجين حقين التلفزيون اللي وصلوا مرحلة وعشرين سنة في الإخراج تلاحظوا لأقوى الناس للقيام خمسة تعمال في نفس اللحظة ولهم رواتب عالية جدا يمكن الناس ما يفهمون هذا الشي إذا الحين قاعد معك الآن جوالي قاعد كنترول أشوف الشي يصلح أنا اشتغلت مدير مركز معلومة الفترة طويلة أنا شايف الشي يصير هنا أنا قاعد أركز كذا مطر جاء السيارة الطقم فتح تلاقيني أنا أطالع فيك وعيني شايفة وشايفة وستطيع تحكم في نفس اللحظة خمسة وستة تعمال وبذلك أستطيع أعمل ستة أعمال في نفس اللحظة ولذلك إذا لبست الغطرة وشكل ذا ما أقدر لابد أشوف كل اللي حولي لابد أشوف كل تصرفات اللي حولي عشان أقدر أتكلم حتى والله يوم كنت في التعليم التحدى واحد يتكلم وأنا أتكلم وإذا أتكلم طفيت لا إذا أتكلم أنت أنا ما أحب واحد كده نفسي أنا نفسي كده ما أحب يخي أنت تكلم تكلم خلاص واصل أنا ما عندي مشكلة أنا بأستمع لك من أدب الحوار إذا تكلمت أنا أسكنت أسمع ولذلك نفسي الطريقة أنا دلحين لما أتكلم أبغى أشوف مشترف على الوضع كامل وأتكلم شكل كامل وجدت فيه فوضى لا يمكن أخرج الموضوع تماما أنا غير مرحب بي في هذا المكان أغير أنت الفكرة ولذلك لبسي للغطرة هذه لا عني كابرة ما دلشقال والإخراط الشبابين ما لي دخل فيها أنا بس أبغى البعد الرؤية تكون واسعة حتى ناس تتكلمون يقول شعرك غط قبعة كما هي نظيفة مسامعة كبار مش حالي أنا أنا بس يهمني البعد الرؤية من هنا إلى هنا لما أتجل الغطرة بشكل معين جيت كده أشوف تخيل فيه ناس يقولون بك كده بتغطي ثلاثة أربع ما هو شايف إيش اللي حاصل هنا ليه هو خايف من الجمهور خايف من الناس خايف من العيون أنا ما أخاف من أحد إلا من خلقيني أتكلم وأقول إن عندي شيء كويس هلا ما عندي شيء كويس استمعت وأتعلم منه مش المشكلة هنت الركرة